وزي ما كان فيه فساتين غريبة وفساتين تانية قديمة كمان كان فيه فساتين جريئة والحقيقة ان النقطة دي بقى انقسم فيها الناس فيه فستانين بالتحديد البعض قال عليهم انها فساتين جريئة والبعض التاني قال احياء للتراص عبرزهم فستان الفنانة او الراقصة دينا فستان دينا البعض قال علي انه قماشته دي طل وشفاف وفستان جريء جدا وماينفعش ومخالف للدريس كود والناس تانية قالت ان فستان دينا قماشته من التلي المصري التلي المصري ده عبارة عن نوع قماش موجود من أيام الفرعنة بخيوط من الفضة ونوع القماش ده يعتبر من التراص المصري زي ما قلت لكم موجود من أيام الفرعنة ويرجع الفضل الليه في إحياءه تاني الفنين التشكيلي سعد زغلول وكمان بالمناسبة موجود دلوقتي مكان اسمه بيت التلي في شندويل في سهاج متخصص فيه كل أنواع قماش التلي هنا الفستاني التاني برضو اللي انقسمت عليه الأراء جريء ولا تراص كان فستان أروى جودة فستان أروى جودة كان فستان اسود طويل بديل وكان له طرحة الحقيقة من طريقة لبسال الفستان وكمان وقفتها في التصوير ادت إحاءة نشابه الملاي اللف البعض شافه جريء ومخلف الدريس كود والبعض الآخر شافه أحياء له التراص وتعبير عن ثقافتنا القديمة دلوقتي بقى مع الإطلالات الجريئة وخلينا نبدأ كده بالإطلالة الأجرق على الإطلاق في مهرجان الكاهرة السينمائي في يوم الافتتاح وكانت إطلالة هبا السيسي هبا السيسي هي كانت ملكة جمال سنة 2004 للي ما يعرفشه وكانت كمان ممثلة هي شاركة كده في فيلم كاتكوت كانت هي البطلة اللي قدام محمد سعد هبا السيسي فستانها كان جريء جدا وكان مخالف طبعا للدريس كود فستان رانا رئيس كمان كان بيتصنف شوية أنه جريء لأنه كان مفتوح شوية من فوق قوي وكان كمان فتحة صاك كانت بتاعته كبيرة وزوجة الفنان كريم فاهمي كمان كان برضو فستانها بيتسم بالجرأة شوية فيه كمان اطلالة بقى كانت جريئة وغريبة شبه شوية اطلالات الفنانين في هولويد كده لها الاطلالات الليكون غمضة كده اطلالة الفنانة سلمة بوضيف كان فستان اسود كب بدون أي تفاصيل فيه قطاعات من أحد الجوانب وكانت تصريحة شعرها غريبة شوية البعض كان معتقد أنها لابسة شابو في ريشة